التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي وزير قطاع الأعمال العام محمد عصمت في إطار متابعة جهود تطوير محالج القطنة وإعادة تأهيلها وذلك ضمن مشروع تطوير شركات القطنة والغزل والنسيجة وشهد اللقاء متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام وبما يتضمن مختلف مراحل الانتاج بداية من زراعة وتجارة القطنة وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيجة